الآن وبالعودة للتوتر المنتصاعد بين حزب الله وإسرائيل على الجبهة اللبنانية يحدثني من العاصمة بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور خالد العزي دكتور خالد تحية طيبة أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي هذه التغطية المستمرة أيضا للتوترات بداية بعض التقارير منها تقارير أمريكية وتحذيرات أمريكية من تطور هذه المناوشات والقصف والقصف المتبادل على الحدود الجنوبية من لبنان لربما إلى نوع من الاشتياح البري اللبنانيون وعلى مواقع التواصل بدأوا بالفعل يتدولون صور لدبابات إسرائيلية بالقرب من الحدود إلى أي مدى يتخوف المواطن اللبناني اليوم من حرب شاملة وما وقعية هذا التخوف برأيك دكتور خالد يعني مساء الخير لألك ولمشاهدي القناة والفريق العامل بالطبع ما يحدث منذ خمسة شهور حتى الآن هي نوع من الحرب الجدية الفعلية الذي يدفع ثمنها المواطن اللبناني وخاصة أن هذا المواطن يعيش حالة من حرب الاستنزاف بضل الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية الذي يعاني منه لبنان على مسمع ومرأة من الجميع لذلك هذه الحرب بالنسبة للبناني وهو الذي جربها أكثر من غيره وشاهد ما يجري في غزة وخاصة القرى الحدودية التي باتت يعني تتهاوى بيوتها على الأرض والخسائر كبيرة هو يخاف فعليا يعيش في قلق يعيش في خوف لأن طوال الفترة الزمانية لا تنعكس إيجابيا على حياة أي مواطن في الجنوب اللبناني خاصة ولبنان عامة يعني هذه الحالة بالطبع ما يسمعه من الأخبار ما يعرفه من تفاصيل ميدانية تجعله يتخوف يجعله يفكر بالمصير الأسود وخاصة أن لا أحد يضع تفاصيل فعلية أمام هذا المواطن لكي يكون على علم بما سيحصل في البداية كانت مناوشات في البداية كانت رد على منع احتلال غزة إلهاء الجيش الإسرائيلي التدخل من أجل إرباك هذا الجيش بدأت بهذه الطريقة احتلت غزة دمرت بيوتها حوصر أهلها في رفح واليوم يتم التفكير في كيفية اشتياح رفح شاهدنا المجزرة التي تمت عند التقاط الطعام من قبل الفلسطينيين المحاصرون في هذه المناطق لكن على ما يبدو أن اللبناني يخشى هذا المصير يخشى هذه الحالة يعني الخوف هو سيد الموقف وبضل تصاعد التوتر يعني حجم هذا التوتر الذي ازداد وصل إلى البقاع إلى الحدود السورية التدخل الطائرات الـ F-16 باتت هي التي تطلق رشقاتها والخوف من جدار الصوت الذي باتها هو الذي يسيطر على المعرك في هذه الجزئية اليوم حزب الله بحسب المحللين بات منكشفا تدخل إسرائيل جهارا نهارا وتقصف أهدافها تغتال الشخصيات التي تريد دون أي رد يتوافق مع هذه الضربات وذلك دائما بحسب المحللين اليوم هل يمكن اعتبار أن التخوف الذي ذكرته دكتور خالد هو ما يلجم حزب الله من توسيع دائرة الصراع يمكن هناك العديد من العوامل التي تلجم حزب الله أولا الحالة الغير مقروعة والمعروفة لمصير هذه المعارك التي يمكن أن تدخل لبنان في أتون الحرب السوداء التي لا أحد يعرفها تانيا البيئة المكشوفة التي تؤيد حزب الله والجمهور اللبناني كافة يعانون من أزمة أزمة اقتصادية اجتماعية يعني تطرح أسئلة إلى أين ماذا بعد هذه المعارك هل اتخذ قرار بإزالة الكيان أم هذه المناوشات هي لمصالح أجندات خارجية النقطة الثالثة هي قرار الحرب والسلم هو ليس بيد حزب الله وإنه بيد إيران وإيران تقول للجميع هناك الصبر الاستراتيجي والنقطة الرابعة أن المكونات اللبنانية في لبنان هي غير موافقة على إدخال لبنان بهذه الحرب يبدو رئيس الوزراء أنت قلت أن القرار الحرب والسلم وليس أصلا بيد حزب الله وبالتالي وعلى لسان نجيب مقاتي على قناة محلية قال أنه ليس القرار بيده أيضا ليس بيد الحكومة من أين يستمد نجيب مقاتي رئيس الحكومة تسير الأعمال هذا التفاؤل يعني نجيب مقاتي يخرج إلى الخارج ويرسل مفده أبو حبيب رئيس الوزراء المستقيل ويقولون بأنهم مصرون على تطبيق القرار 17-01 وملتزمون بالشرعية الدولية لكنهم يدعون شروط يجب أن تنتهي الحرب في غزة وكأنهم ربطوا مصير لبنان بمصير غزة وهذا يعني تضييع كثير للوقت وللعروضات وربما عرض الولايات المتحدة في تحديد الحدود 13 نقطة المختلف عليها هذه فرصة للبنان ربما المؤتمر الذي كان ينتظره لبنان بتسليح الجيش اللبناني في فرنسا وتم تأجيله وبالتالي يعني أن تتسلم القوى الأمنية اللبنانية حماية الحدود هذا التفاؤل يزلق الرئيس الوزراء ووزارته في المطالب الذين باتوا يؤيدون مواقف حزب الله ولا يؤيدون المواقف العربية وخاصة القمة العربية الإسلامية التي تطالب الوقف الفوري لإنهاء الحرب الحقيقة الحديث دائما معك بقية دكتور خالد ولكن الوقت المخصص للملف قنطاب الفاعل كان معي من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور خالد الأزي ترجمة نانسي قنطاب الفاعل اشتركوا في القناة